وفدت منظمة السياحة العالمية أن الصين احتلت المركز الأول من حيث عدد السياحين الذين يسافرون إلى الخارج وأيضا الاستهلاك في الخارج خلال العام الماضي أشارة الإحصاءات المؤخرة إلى أن عدد السياح الصينيين بلغ 120 مليون شخص في عام 2015 فيما تتوقع منظمة السياحة العالمية أن حوالي 6 ملايين صيني سيسافرون إلى الخارج للسياحة في عطلة عيد الربيع لذا ستصبح الصين أكبر مصدر للسياح المتوجهين إلى الخارج في العالم كما صلت التقرير أيضا الضوء على استهلاك السياح الصينيين في الخارج مشيرا إلى أنه نمى بمعدل الضعف منذ عام 2004 هذا وقال رئيس مصلحة السياحة الوطنية الصينية لي جينزاو إن السياحة قد أصبحت محركا جديدا للاقتصاد وتوسيع الاستهلاك في الصين ترجمة نانسي قنقر